السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم سوف نتقسم معكم خضيرة مصلقة في الكوكوت بدون ولا قطرة ماء سهلة وسريعة وفي ساعة توجد وراك تجي رائعا جدا بدون ولا قطرة ماء كفما سبق واذكرت معاكم فقبل ما نبدي الفيديو دي اخواتي كفما العادة من سوصلت على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحابي أجمعين ايضا اخواتي ما تساونيش واحد لايك على الفيديو وانتو ما كتفرجوا ولكتول اول مرة كتشادوا للفيديو ولكتشادوا للقناة ونقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتيكم ستركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد ديوز المكوينة والطريقة مع بادياتنا فباسمي الله على بركات الله اول حاجة هنا خديت واحد جوج حبات دي البطاطا او البطاطس اللي اسبق لي قشرتها ووصلتها مزيان ومن بعد قطعتها مربعات داك الشكل هادا كيفما تلاحظوا معي ايضا هنا خديت جوج حبات ديال الجزر او الزرودية والخيزو كلها بش كيسميها نقيتها وغادي نحاول نحيل لها حتى ذاك القلب او ذاك العرق اللي كان في الواسط ومن بعد غادي نقطعها بنفس الطريقة اللي قطعت بها البطاطا فبطبيعة هال الطريقة ديال تقطع كل واحد يعني يقطع كيفما بغا يعني على حسب رسالات اللي غادي الشكل اللي بغيتوا يعني تقطع لحسب صليطة ديركم اللي غادي تديرو غادي نقطعها نغرب هاد الشكل هادا كيفما كاتلاحظوا معي ومن بعد غادي نقطعها بهاد الشكل هادا من بعد مما كنقطع الجزر او الزرودية ديالنا كنناخده هنا واحد الكوكوت كننوضع فيها واحد سلافة كيفما كاتلاحظوا معي في الصورة بعد مما كننوضعو ذاك السلافة كنناخدها في الكيمياء ديال البطاطا اللي قطعت وغادي نوضعها في واحد طريف بهاد شكل كيفما كاتلاحظوا معي من بعد ايضا غادي ناخد حتى دق الجزر او الزرودية او الزرودية او الزرودية اللي قطعت غادي نديرها في واحد طريف يمكنكم تديرو الخضيرة اللي بغيتوا يعني الخضيرة اللي كاتعجبكم هكا تبخروها ديروها فانا استعملت فقط البطاطا والجزر وغادي ندير ايضا حتى اللوبيا شعره الجلبان او Philadelphia احب الرابة مزيدة وحسب ذلك نضيف الكمية جلبانة ثم نضيف الكمية نضيف الكمية نضيف الكمران كمية القمراني غسلة وضع كمية الماء وضع كمية الماء وضع كمية الماء بلع الكوكوت مليح نسلق كمية الماء وضع كمية الماء وضع كمية الماء وضع كمية الماء اخلط لتسفر 4 ساعة اخلط لكوكت اخلط لكوكت موالو اخواتي يعني الخضيرة دي لنا كي تجي يعني اغزالة صراحة كي تجي وعرة بزاف نتمنى انكم تشربوا هالطريقة توقضوا عليها مو يمكن ان اعتادر على الصوت الى اسمعتوا الصوت هكا في الفيديو غي واحد يعني يعني ضار كي يسلحوا واحد ضارة موين مصطع فيها كان اعتادر على هات الصوت هذا اللي مرة مرة كنتسمعه كما قدلكم الخضيرة دي لنا كي تجي طايبة وبلح تشي قطرة دي لما نحضر الآن هاد الزلافة دي الروس شوفوا ليه الروس دي لنا كي تجي طايب زده وبالنسبة الزلافة اللي غيقوله ليا الاخوات او السيدات واشما كتارطاق شوش ما كيصار على حتى شي حاجة في الكوكوت راهم فيصار فى حتى شئ حاجة فى الكوكوت يعني ما كي تبدي اللونا دي لها وما كيصار على حتى شي حاجة كتبقى الزلافة 250 ماء سفي نخلي دك الروس وبالخضيرة حتى كي يبردو نضيف محصلة طلي سهلة بزاف و اقتصادية و البيضة في نفس الوقت بعد ما يبرد هذا الاروز هذا كنوضع عليه واحد رشيشة دي الملحة واحد الخويت دي السيت اذا معلقة دي الميز بالنسبة لهذا الميز هذا يراضيجا كتب اختيجت معكم فيديو ديالك نحضرها غير في البيت كتشي رائع جدا وبالنسبة لهذا الميز را عنده عمه و الزيادة صراحة هي عندي ما كيصر لها حتى شي حاجة كتبقى كيف مهي وعلى صراحة كتبقى وضعت الكيمياء جلبانه و شوية البقدونس و نحرك مليحيم اضعوا حتى الميونيز باش نجمعوا الاروز انا خليته غير كيفما هو فقط مليحة و زويتة و هذه المكونات اللي وضعت وضعه في ذلك الزلافة و نقلبه في هذا الشكل هذا بالنسبة لهنا الجازر او الزرودية حتى بنفس الطريقة نضيف لها شوية البقدونس مليحة و شوية زيت صفية و نحركها و نوضعها حتى بالنسبة البطاطة بالنسبة اللي بيشعر عفوان حتى هي كندير لها نفس الطريق مهم هنا رهاء بطليز زيت كله و نقسم النودة المعلقة سوف نضيف ايضا شوية الحامض و شوية دي الخل اللي كان عندكم و يمش ليضا سهلة و سريعة و بنينا و في الساعة كتوجد هذا هو الشكل النهائي لك مما تلاحظ معي في الصورة دين ناخد هنا فقط طريفات دي الماطيشة أو دي الطماطم و نوضعهم بحلقة من الفوق كما قلت لكم سليطة اللي سهلة و سريعة و الاهم انني تقصمت معكم الطريقة دي السلق دي الخضار في الكوكوت بدون ولا قطرة ماء نتمنى انها الطريقة دي تنال اعجابكم نتمنى تجربوها و تردو عليها غادي تنفعكم بزاف ان شاء الله في العيد الكبير في الصلاة كيفما كنعرفوك نديرو الصلاة بزافة كالخضارات وهذا يعني غادي تتسلقوهم في مرة وحدة و بلاح تشي قطرة دي الماء و في الساعة كينتسلقوهم ما كياخدوش مدة طويلة في تحضير ديالهم فاخوت اخواتاتين نتمنى للفيديو دي يعجبكم تمنى اللي اعجبكم و جربتو الطريقة و عيبتكم طبيعة الحال تبارتا جيوها مع اخوتكم بصحابكم مع جاعة الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امرا اليك تجدادو الاول مرة تشاهدو للفيديو اليك تشاهدو للقناة فكنا نقول لكم رح حبابيكم و قناتي و قناتيكم فمعلكم و تشتركوا فيها و تشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد انا غا نقول لكم شكرا بزفعة المتابعة ديالكم و سلامة مع فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة